أول صاروخ لنظام الإقلاع الفضائي بات جاهزا للانطلاق نحو القمر هذا ما أعلنت عنه وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بشكل رسمي بعد انتهائها من تجميع الصاروخ المعروف باسم SLS اختصارا لSpace Launch System وتعتبر هذه المرة الأولى التي تجمع فيها المكونات الثلاثة الأساسية للصاروخ بالشكل الذي ستنطلق فيه أولى الرحلات إلى الفضاء وتحديدا نحو القمر في وقت لاحق من العام الجاري الصاروخ الذي انتهى المهندسون من تثبيت الجزء الرئيسي من بدنه يبلغ طوله 65 مترا وقطره نحو ثمانية أمتار ونصف وضعيته من الأفقية إلى الرأسية قد تغيرت قبل تثبيته على منصة الإطلاق المتنقلة ويستمد شكله من المكوك الفضائي إضافة إلى الجزء الرئيسي العملاق يحمل الصاروخ على جانبيه اثنين من صواريخ الدعم طول كل منهما 54 مترا لتوفير الجزء الأكبر من قوة الدفع كما يحتوي على خزنات وقود وأربعة محركات قوية العزم من نوع رأس 25 يمكن للصاروخ هذا البقاء على منصة الإطلاق المتنقلة لمدة 180 يوما ويمكن أن يظل في تكوينه لمدة 200 يوم كحد أدنى ويمتلك القدرة على تحمل 13 دورة على الأقل هذا عن الصاروخ أما مهام منصة الإطلاق المتنقلة فهي توفر إمكانية اختبار صاروخ الإقلاع الفضائي العملاق وفحصه وصيانته قبل الانطلاق فضلا عن نقله إلى المنصة التي سيطلق منها باتجاه القمر الصاروخ سينطلق برحلة أطلق عليها اسم أرتيمس 1 حاملا إلى القمر مركبة أوريون التي تنتمي لأحدث جيل من مركبات الفضاء الأمريكية المأهولة لكن المركبة لن تحمل أفرادا في الرحلة الأولى إذ يريد المهندسون اختبار النظام الجديد قبل استماحي للبشر بالانطلاق في تلك الرحلات في عام 2023 اشتركوا في القناة